بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم في مقرر مهم جدا في المؤسسات الصحية عن مقدمة في المحاسبة والاقتصاد في المؤسسات الصحية وفي أي مجال من المجالات اللي هو ممكن يكون بيتكلم عن القطاع الطبيعي احنا الحقيقة هنتكلم في ثلاث أجزاء الجزء الأول هيتكلم عن مقدمة في المحاسبة في المؤسسات الصحية ثم بعد كده هننتقل على بعض المصطلحات الخاصة بالاقتصاد في المؤسسات الصحية وبعد كده هناخد في الجزء الثالث تطبيقات للمحاسبة والاقتصاد في المؤسسات الصحية احنا نتكلم على مقدمة في المحاسبة والاقتصاد في المؤسسات الصحية من خلال ثلاث أجزاء الجزء الأول بيعتمد على وضع المحاسبة في المؤسسات الصحية وده بيهدف الجزء ده إلى إعطاء فكرة للدارس على مفهوم المحاسبة أهداف المحاسبة المفاهيم الأساسية في المحاسبة الدورة المحاسبية في المحاسبة بيتم إزاي اسلوب التسجيل المحاسبي بيتم إزاي كأساس من أسس المحاسبة المالية في فروع للمحاسبة زي محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية والمحاسبة الحكومية دي برضو هنلقي النظر عليها بحيث نعطي للدارس أو للمشاهد مجموعة من الأركان والمقاومات التي تتعلق بالمحاسبة كجزء افتتاحي لمجموعة المحاضرات اللي احنا هنأتيها جزء الأول اللي احنا نتكلم فيه هو بعنوان مقدمة في المحاسبة عن المؤسسات الصحية في هذا الجزء لو جينا شفنا أول حاجة نتكلم فيها هي المبادئ العامة الحاكمة للمحاسبة في المؤسسات الصحية أول نقطة نتكلم فيها يعني ايه محاسبة؟ المحاسبة هي عبارة عن عملية بنقوم من خلالها بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفدين من هذه المعلومات من اتخاذ قرار التصرف بحكمة في ظل رؤية واضحة طيب لو جينا نسأل نفسنا سؤال مهم طب من اللي بيستفيد من المعلومات المحاسبية؟ هل هي إدارة المؤسسة بس سواء كانت مؤسسة صحية أو غير صحية؟ لا بنقول هناك عدة أطراف تستفيد من المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي في أي كيان أول طرف من الأطراف اللي بيستفيدوا منها هم أصحاب المنشأة أو أصحاب المؤسسة الإدارة المعهود إليها باتخاذ القرار الدائنون أو الموردون اللي بيدوا قروض أو بيدوا سلع أو خدمات للمؤسسة المستثمرون اللي هم ممكن يكونوا محتملون زي المستثمرين في البورسة مثلا الحكومة أو الجهات اللي هي بتكون بتحاسب هذه الوحدة الاقتصادية أو المؤسسة عشان تشوف ضريبها قد إيه بتدفع جماركها ولا لا بتدفع ضربة المبيعات بتاعها أو ضربة القيمة المضافة ولا لا الموظفين اللي بيشتغلوا في المؤسسة نفسها دولت برضو بيكون من الأطراف المستفيدين من المعلومات المحاسبية لأنه بأحد منتجات النظام المحاسبي هو المرتبات وصوفي الأجر اللي بياخدوا كل موظف بالإضافة إلى معرفة الأرباح اللي بتتحقق قد إيه إذا كان هما بيشاركوا بالنسبة منها بالإضافة كمان من المستفيدين من المعلومات المحاسبية العملاء اللي بيتعاملوا مع الشركة أو بيتعاملوا مع المؤسسة وممكن نوسع دائرة المستفيدين من المعلومات المحاسبية نقول عامة الناس لأنه لما يلزم القانون أو معايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المحاسبية في جرائد وفي مجلات فبيكون الهدف منها إعلام عامة الناس بأن هناك شركة هذه الشركة وصولها كذا خصومها كذا أرباحها كذا إراداتها كذا خسائرها كذا لو جينا ننتقل بقى إلى فروع المحاسبة هنلاقي هناك عدة فروع للمحاسبة ففي المحاسبة الحكومية في المحاسبة الإدارية في المحاسبة المالية وهي أم المحاسبات في محاسبة التكاليف في محاسبة الضرائب أو الزكاة في البلدان اللي بيكون فيها زكاة في نظم المعلومات المحاسبية في نشاط آخر أو فرع آخر من فروع المحاسبة وهو فرع التأكيد على المعلومات المحاسبية وخدمات بخلاف المحاسبة أو في إطارها العام هي المراجعة سواء كانت داخلية أو خارجية لو جينا للفرع الأول من فروع المحاسبة هو فرع المحاسبة المالية وده من الفروع الأساسية اللي بينشق عنها مجموعة من التطبيقات الجيدة جدا في القياس وتوصيل معلمات المحاسبية وهو فرع من فروع المحاسبة بيعني بتوصيق ومعالجة البيانات المالية وإيصالها للمستفيدين في شكل تقارير مالية تعد وفقا لمعايير هذه المعايير بتصدر من جهات معتمدة زي مثلا جمعية المحاسبة الأمريكية في أمريكا الاتحاد الدولي للمحاسبين في مصر جمعية المحاسبة والمراجعة في بعض دول الخليج برضو في هيئات بتصدر هذه المعايير اللي على أساسها بيتم عملية القياس وعملية توصيل معلومات المحاسبية من خلال قائمتين أساسيتين وطبعا في قواهم تانية أهم قائمتين هي قائمة المركز المالي وقائمة الداخل طيب لو جينا للفرع التاني هو فرع محاسبة التكاليف وده فرع بيعنى أو بيهتم بتجميع ومعالجة المعلومات المالية والكمية للوصول إلى قياسات للتكلفة سواء بشكل إجمالي أو بشكل وحدة الغرض من محاسبة التكاليف هو ثلاثة حاجات قياس التكلفة الرقابة على التكلفة توفير معلومات تحليلية عن التكلفة أو وحدة المونة لو جينا للفرع التالت من فرع المحاسبة هو المحاسبة الإدارية وده شديد الاتصال والارتباط بمحاسبة التكاليف فمن اسمه هو محاسبة للإدارة الغرض منها توصيل بيانات ومعلومات محاسبية تخدم الإدارة وبالتالي فمعلومات المحاسبة المالية وهو الفرع الأول معلومات في الغالب خارجية ويستفيد منها أطراف داخلية إن محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية دي معلوماتها تكون داخلية عشان توجه الإدارة للتصرف في ظل رؤية واضحة للإدارة طيب الفرع الرابع هو محاسبة الزكاة والضرائب محاسبة الزكاة والضرائب هو حق للدولة أو حق للمستفيدين طبقا للقوانين أو طبقا للتشريع الإسلامي بيكون فيه جباية أو فرض لجزء من الأرباح أو جزء من الإيراد بيذهب إلى الجهة المنظمة للمالية العامة للدولة وهي عندنا هنا وزارة المالية فيها مصلحة اسمها مصلحة الضرائب طيب مصلحة الضرائب أو في بعض الدول التانية اسمها مصلحة الزكاة والدخل بتهتم بتجميع ومعالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو الضريبة اللي بنسميه وعاء الضريبة أو وعاء الزكاة ثم بعد كده بنحسب مقدار الزكاة أو مقدار الضريبة طبقا للقانون الفرع الخامس هو المحاسبة الحكومية ودي محاسبة من اسمها بتهتم بالوحدات الإدارية التابعة للدولة أو الوحدات الإدارية العامة بتهتم بتوصيق وتجميع برضو ومعالجة المعلومات المتعلقة بالمصرفات والإيرادات الحكومية أو بنسميها الموارد والاستخدامات للتأكد من ضبط الأموال العامة والرقابة عليها واستخدامها لاستخدام الأمثل مالية الدولة عبارة عن مدخلات في صورة موارد ومخرجات في صورة إنفاق عام لتحقيق خدمات عامة سواء في الدفاع أو في حفظ الأمن أو في تقديم رصف الطرق المجالات الإنفاق اللي هي بتكون الدولة مسؤولة عنه الفرع الآخر اللي هو فرع المراجعة وده بتاعنا بفحص وبعض أو كل أجزاء النظام المحاسبي لتحقيق غرضين ممكن يكون غرض خارجي وهو التأكيد من خلال مكتب مراجعة خارج المؤسسة بيؤهد إليه إن يقوم بعملية المراجعة بيسميها المراجعة الخارجية أو المراجعة القانونية اللي بتهتم بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لإطفاء الثقة على التقارير المالية اللي نتجت من النظام المحاسبي فيه كمان المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية ده جزء لا يتجزأ من النظام المحاسبي والغرض منها إنها بتفحص برضو كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي للتأكد من سلام من سلامة أعمال الإدارة والنظام المحاسبي والإداري والرقابة الداخلية في هذه المؤسسة وبالتالي فإن نشاط المراجعة اللي اتنين بيكملوا بعض مراجعة داخلية مؤسسة وموضوعة داخل النظام المحاسبي ومراجعة خارجية هي للتأكيد على أن الإجراءات التي تتبع الشركة حتى تصل إلى التقارير المالية هي إجراءات سليمة وبالتالي فهما متكاملتين طيب لو جينا انتقلنا بعد كده على فرعة آخر مهم جدا هو نظم المعلومات المحاسبية نظم المعلومات المحاسبية هي عبارة عن زي القلب بالضبط بالنسبة للجسم كل نظام من الأنظمة اللي أنا قلت عليها دي بيبقى لها مدخلات ومخرجات هذه المدخلات والمخرجات بيتم التكامل بينها وبين بعض تحت عنوان نظم للمعلومات المحاسبية يبقى المحاسبة المالية محاسبة التكاليف المحاسبة الإدارية المراجعة الزكاة والضرائب كل دولة بيشتغلوا مع بعض في إطار اسمه نظم المعلومات المحاسبية اللي بتاعنا في الأساس إلى تصميم نظام للمحاسبة والإشراف على تنظيمه ثم استخدامه وفحصه ونقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق أغراض النظام المحاسبي طيب لو جينا ننتقل دلوقتي بعد ما تكلمنا على فروح المحاسبة للدورة المحاسبية أو العملية المحاسبية بتبدأ منين وبتنتهي فين هي بتاخد مجموعة من الإجراءات أو المراحل بتبدأ بأنه لازم يكون عندي حدث هذا الحدث بيتم تحديده أي قياسه ثم بعد كده بيتم توثيقه ثم بعد كده بيتم تسجيله أو تأييده في الدفاتر ثم ترحيله إلى مراحل أعلى من حيث التبويب ثم تخرج القوائم المالية اللي احنا اتكلمنا عليها ترجمة نانسي قنقر